تم الإعلان خلاص رسميا عن مغادرة كوبر بالفعل والرئيس الاتحاد الموانساني أبو ريدا قال أنه بكرة حيبقى فيه مؤتمر صحفي للإجابة بقى على كل التساؤلات والانتقادات الغضب طبعا بادي وواضح وشديد بخصوص اتحاد الكورة بخصوص عموما النتائج اللي حصلت فيه للمنتخب المصري في المونديال فبكرة حيبقى اليوم المنتخب يرد المنتخب يحدد النقط اللي حيرد عليها في كل ما أثير على مدى الأسبوعين اللي فاته لكن عموما زي ما بقول لحضراتكم النهاردة البعثة وصلت بعثة الاتحاد المصري لكورة القدم والمنتخب الوطني طبعا ما كانش فيه جماهير الجماهير لغاية دلوقتي صوتهم كان موجود في روسيا بالتشجيع وبعد كده بالإدانة خلونا نقول الإدانة دي أفضل كلمة يعني ممكن واحد يقولها أو التعبير عن عظم الرضا بيش داعينه أكتر من كده وفي مقدمة النهاردة الوصول طبعا كان النجم محمد صلاح موجوزة ما حاراكم شايفينه لكن المسألة واللوقت اللي بقول حاراكم عليها لسه مستمر الملف لسه مفتوح وصل حتى للبيانات العجلة فيه البرلمان البرلمان نفسه وفقا لمعلوماتنا فيه عدد من الأعضاء تقدموا ببيانات عجلة علشان أنا أسف تقدموا ببيانات عجلة ضد اللي وصفوه بتجاوزات اتحاد الكرة ده اللي تقال بشكل مباشر أو بشكل دقيق مطالبات بمسألة ومحاكمة كل المسؤولين بدأت من رئيس الاتحاد وكل المسؤولين وإنه يبقى فيه لجنة تقصي حقائق بخصوص التجاوزات اللي بقول لحضراتكم عليها ده بالنسبة لاتحاد الكرة هل حنشوف فعلا تغيير ما أو محاسبة ما أو إعلان مواقف اللي حتعلن من خلال اتحاد الكرة زي ما بنشوف بكرة لكن أستاذنا الأستاذ حسن المستكاوي كان بيقول أنه أسوأ تغيير وأسوأ إصلاح هو اللي بيحصل نتيجة هزيمة كان بيقول الكلام ده في ما قاله النهاردة في الشروع أنه إحنا نبدأ نطور أو نصلح وإحنا متأثرين بنتيجة معينة أو بموقف معين هل يحصل تغيير حقيقي بقى؟ هل حيقدر اتحاد الكرة أنه يقنع الرأي العام ويقنع الجماهير وهنا حنمتكلم عن أكبر فئة من المصرين على اختلاف انتماءاتهم المختلفة وعلى اختلاف فئاتهم الاجتماعية هل حيقدر يقنع أو يدافع عن نفسه بشكل مقنع بكرة في المؤتمر الصحفي؟ ده اللي احنا هنشوفه ترجمة نانسي قنقر